أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والعرض مددناها وألقينا فيها رواسي وعنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعيوم وأرزلنا الرياح لواقه فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بقازمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من سلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلصال من حماء مسنون فإذا شاويته ونفقت فيه لنروحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأجذى لبشر خلقته من سلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنا عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأر وأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباك من الغاوين وإنا جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إقوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم وإنا عذاب هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أغشرتبوني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون وقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتدون وأتيناك بالحق وإنا لسادقون فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد وأمضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ذي ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تغزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يامعون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم عجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب العيقة الظالمين فانتقمنا منهم وأنهما لب إمام مبين وقال قد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا ينحيتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بالله بالحق وإن الساعة الآاتية فصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهزن عليهم واخفذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يذيق صدرك بما يقولون فسبه بحمد ربك وكن من الساجدين وأبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم